هل فكرت يوماً في قوة الآن؟ هل تعرف أن ما تفكر فيه اليوم يصنع الغد؟ نعم، لقد سمعنا هذا التحفيز مراراً وتكراراً، لكنه يحمل معنى عميق يستحق الإهتمام. إنها حقيقة مهمة، وهي أن غداً هو ما تفكر فيه اليوم، واليوم هو أفكارك بالأمس. في الواقع، التفكير الذي نميل إليه اليوم يلعب دوراً حاسماً في تشكيل مستقبلنا، فالأفكار التي نحملها الآن في عقولنا، تنبعث منها الطاقة التي توجه أفعالنا وتؤثر على قراراتنا. إذا كنت تلتفت باستمرار إلى الجوانب السلبية وتركز على القلق والشكوك، فسوف تجد نفسك تشق طريقاً مظلماً مليئاً بالعثارات والتحديات، إلا أنه عندما تتجه نحو التفكير الإيجابي والتفاؤلي، تفتح الأبواب أمامك للفرص والإمكانيات الجديدة. إن التفكير بالنجاح والحلم بمستقبل مشرق، يمنحك القوى للمضي قدماً وتحقيق أهدافك بثقة وإصرار، لذا دعونا نحافظ على تفكيرنا إيجابياً ومتفائلاً، لأنه هو الطريق نحو تحقيق أحلامنا وتحقيق النجاح في حياتنا. الفكرة البسيطة، غداً هو كل ما تفكر فيه اليوم، تحمل في طياتها الكثير من الحكمة والمعاني العميقة، فهي تذكرنا بضرورة أن نكون على اتصال دائم مع أهدافنا وتطلعاتنا، وأن نبدأ بالعمل على تحقيقها من الآن، بدلاً من التأجيل إلى وقت لاحق، لكن الأمر لا يقتصر فقط على التفكير الإيجابي والحلم بالنجاح، بل يتطلب أيضاً القيامة بالخطوات الفعلية لتحقيق تلك الأهداف، يجب أن نكون جاهزين لوضع خطط واضحة ومحددة لأهدافنا، وأن نعمل بجدية وتحمل مسؤولية لتنفيذ تلك الخطط. التخطيط الجيد والعمل الدؤوب يساعدنا على تحقيق أي هدف نطمح إليه، سواء كان ذلك في مجال العمل، الدراسة، العلاقات الشخصية، أو أي مجال آخر في حياتنا، إذا كنا قادرين على توجيه أفكارنا نحو الأهداف الإيجابية، واتخاذ إجراءات لازمة لتحقيقها، فإننا سنجد أنفسنا على الطريق الصحيح نحو النجاح والتحقيق، فلنكن واثقين من أن ما نقوم به اليوم سيكون بمثابة بذور لمستقبل مشرق، ولنستمر في بذل قصارى جهدنا لصنع الغذي الذي نحلم به، وكما يقول المثل الشهير، من يزرع الرياح يحصد العواصف، فإن ما نزرعه اليوم سيكون له تأثير كبير على ما نحصده في المستقبل، إذا كنا نعمل بجدية وإصرار اليوم، ونستثمر وقتنا وجهدنا في تحقيق أهدافنا وتحقيق طموحاتنا، فإننا بالتأكيد سنجني ثمارا في المستقبل، كل خطوة صغيرة نقوم بها اليوم تشكل جزءا من مصارنا نحو النجاح، لذا لا تيأس ولا تستسلم أبدا أمام التحديات التي قد تواجهك اليوم، بل دعها تكون حافزا لك لتحفيزك لبذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب، فالأمل والعزيمة والإيمان بأننا قادرون على تحقيق النجاح يحدث فرقا كبيرا في حياتنا ومستقبلنا، فإلى اللقاء في غد مشرق، حيث ستكون أفكارنا وأفعالنا الإيجابية هي محور نجاحنا وسعادتنا.